سؤولة، دعنا نشجرها، دعنا نخليها خضرة عشان ما تصير شاسع للغبار أن تطاير مثلاً مو متماسك من المطر مثلاً الأرض مو متماسك مع بعض حسن ما تسميها لكم مسمى خاص هو طبعاً اتجاه الرئيس طبعاً أنه في عدة مشاريع متخلة في مشروع اللياح الأول ومشروع اللياح الثاني قدم كمنطقة متدهورة نجية المحاجر الصلبوخ تم ردمها وصار طبعاً غير منتجة بالمرة مرة ثلاثة فصول أو أربع فصول دون يبدأ فيها إنابات نجية أن مخزون البذور اندثر فيها تحتاج إلى مخزون جديد يأتي عبر الرياح الرياح لا تأتي وحدها فقط مع الرمال تأتي أيضاً مع مخزون بذور معها وتأتي مع محسمة محبوب اللقاح لابد من حجز هذه البذور بطرق علمية معينة استخدمناها فضل الله في منطقة اللياح وكذلك تم غرس ما يقارب قلنا تقريباً نصول إلى مئة ألف نبتة شجيرة طبعاً تكلم عن مئة ألف نبتة من النبتات الفطرية في الكويت لا شك طبعاً أن هذه النبتات الفطرية هي يعني لأي منظومة إيكولوجية تتجه إلى زراعة نفس النبتات الموجودة فيها كما أخوي عادل ذكر عن النقلة النقلة طبعاً جزء من المنظومة لا شك طبعاً تحتاج إلى مياه تكون في المدن أفضل لأن تتعلق في قضية المياه لأن المياه مهمة جداً وهي مكلفة مالياً لماذا يعني هذه النقلة تطلب مياه أكثر؟ طبعاً نتكلم عن نبات الفطرية النبات الفطرية على سبيل المثال يسقى يعني مرة يعني ويتحمل جفاة بشكل غيس مياه الأمطار كافية لكن لما أتكلم عن صحراء لكن المدن في مياه المعالجة العامة توفرة فممكن تستخدم في أسلوب علمي خاصاً نقلة ذات قيمة اقتصادية رهيبة جداً لا يتكلم أخونا عادل لأننا تتكلم عن قضية اللي هو النخلة مئة مليون نخلة فقط أيضاً قصادياً ذكر وهذه قيمة اقتصادية مستفيد منها مستقبل ذكر قبل قليل أستاذ عادل دشت يقول لإخوان في السعودية وفي الإمارات لهم جمعيات مشهرة لأصدقاء النخلة لو تلاحظت حتى لو تزور هذه الدولتين تشوف نخل ما شاء الله على جميع الأماكن لهم اهتمام كثير فيها قبل أن نبدأ الحوار هذا طبعاً كان في حوار لي مع الأخ عادل على قضية استفادة من النخلة وعلاف للأغنام والإبل بحيث أن نخفف الوطأ عن البيئة الفطرية في الصحراء الكويتية ممكن أن توفر الأعلاف طبعاً بأسعار رخيصة من خلال استفادة من مخلفات الأشجار وتوفر بأسلوب يعني علمي أما مجاناً أو بشكل رخيص جداً كمية الأعلاف التي تنتج من النباتات إضافة إلى النخلة طبعاً تزيد القيمة الغذوية في الأعلاف فممكن توفر كميات مهولة جداً لأهل الأغنام وأهل الإبل طبعاً سروة الحيوانية في طبيعتنا الكويت بضافة الكلام الدكتور علي حقيقة كانت لنا دعوة من الأخوان في الإمارات قبل شهر في جازة خليفة الدولية لنخيل التمر وهناك تلتقينا مع الأخوان يعني شفنا اهتمام كبير حقيقة الإمارات الآن دولة الإمارات العربية المتحدة هناك أكثر من أربعين مليون نخلة في الإمارات طبعاً رقم الأول في العالم في موسوعة جنس الآن دولة الإمارات تجاوزوا المملكة العربية السعودية تجاوزوا العراق البلدين التاريخيين المعروفين في موضوع النخيل هذا وضع رؤية وخطة استراتيجية عندهم الأخوان في قبل تقريباً من 20 سنة بدأوا فيها واستمروا حققها وقدروا يوصلنا هذه المرحلة التقينا هناك مع الأخوان في بعض المصانع مثل ما تفضل الدكتور علي استفادة كاملة من جميع منتجات النخل حتى الطعام يروح كعلف حيواني وهذا شيء جيد أن استفادة الجانب الاقتصادي من موضوع النخيل يعني أنا أتكلم أن مئة مثل مليون نخلة مشروع مليون نخلة هناك جانب اقتصادي كبير يحقق لك الأمن الاستراتيجي الغذائي إحنا الأخوان في الجمارك أضربوا يومين تروح للجمعات ما تحصل طماط طيب وين هالملايين الدعم لراحت موضوع الأمن الاستراتيجي أمن يعني مهم واستراتيجي لازم الدولة تضع عينها على هذا الجانب وتركز عليه وتضع خطط استراتيجية أحدها مناخنا يساعد عليها طبعاً من زراعة النخيل مناخنا يعني من أفضل مناخات لشجر للنخيل وهذا واضح ومعروف نتحدث عن مليون نخلة يعني معناتها قد يكون في كل نخلة تأتي مئة كيلو تغريباً نتحدث عن مئة مليون كيلو تمر أو خلال أو رطب سنوياً وهذا الأقيمة نقول للدينار خمسين مليون دينار سنوياً قد يكون لك مدخول مردود مالي للدولة ما شكنا يا أخي عادل لنا أراضي هنا أن هذه الأراضي لعملية جرعة النخيل لكثرتها ما نشوف عندنا هنا في الكويت اجتهاد شخصي مني منك من الدكتور علي ما في اهتمام لسنوارات اللي انت ذكرتها نعم هذا اللي احنا نطرحه أن تكون هناك رؤية استراتيجية دولية أو حكومية من الدولة لأن يكون هناك عملية الأمن الغذاء الاستراتيجي هناك مناطق واضحة تكون محددة لهذا الموضوع هناك بعض المشاريع اللي تقوم فيها لعمل الزراعة قد يكون ولكن بقضية الأمن الاستراتيجي الغذائي أنا ما شفت حقيقة وأنا أتمنى من الأخوان يعني يعني أنا عرف أن الدكتور refazu صفر عندهم رؤية أو توجه أن يكون مثل هذه المشاريع التنموية من ضمن خطة التنمية من ضمن خطة التنمية القادمة أنا أتصور أن هذا شيء ضروري وأساسي خطة التنمية يجب أن لا تكون فقط مشاريع سمنتية يجب أن لا تكون فقط استشارات وأن أدري أن هناك نية عندهم لوضع مثل هذه المشاريع التنموية في خطة التنمية القادمة الباحث عادل الدشتي ذكرت غبالغلي أنها 13 منطقة هل أنتم قاعدين تختارونها حسب تخطيط لكم أو العملية عشوائية حسب المكان الذي تشوفونا مهيئ لكم جاهز حطيته في النقر لا طبعا بداية في منطقة العاصمة قسمنا البلد إلى مناطق تعليمية حسب المناطق التعليمية وخاطبنا طبعا الوزارة خاطبت المدارس والمناطق التعليمية وكذلك كان تواصل من عندنا حق المناطق التعليمية والمدارس طبعا هناك مدارس مبادرة هي تبادر مثلا والله عندهم رغبة سواء باتصال وغالبا فيه كتب رسمية تبعت لنا والله احنا مدرسة ودها تشارك في هذه الحملة الوطنية طبعا نبعث المهندسين اللي عندنا والأخوان متطوعين يشوفوا المدرسة أو يبعثوا لنا صور المدرسة نبحث نشوف على الأرض تهمنا أمكانية المدرسة والزراعة فيها التربة الصالحة للزراعة توافر المياه توافر الرعاية احنا مو فقط عندنا هدف الزراعة لا الهدف الزراعة تكون الأرض مناسبة للزراعة كذلك وجود مياه موجودة متوفرة كذلك الرعاية أن الإدارة المدرسية مع الطلبة أو الطالبات مهتمة في هذا المشروع وقد يكون روح بعض المدارس ما عندهم هذا المكان فنعتذر لغاية ما تهيئ هذه الإمكانيات فجميع اللي يتصلوا فينا ورحنا قابلناهم قدرنا نوصلهم خذها لهذه الفترة عندهم الإمكانية للرعاية وإمكانية الأرض الزراعية وإمكانية التوافر المياه هذه عندنا الشروط الثلاثة ما هو سائب شيء معاوقات واجهتكم أثناء حملتكم منطلاق حملتكم شيء يعني معاوقات الرئيسية طبعا يعني حقيقة أي عمل تطوعي إذا ما في تحدي أحنا ما نسوي معاوقات أنا أسميها تحديات أي عمل ما في تحديات ما نستمتع فيه حقيقة نحن متطوعين والأخوان الفريق اللي معاكلهم متطوعين أي عمل ما في تحديات يعني كأنه يكون عمل روتيني نحن طالعين من العمل روتيني صباحا ما بدنا نروح للعمل الروتيني في أثناء عملنا التطوعي فأنا ما سميها تحديات ولكن أنا ما سميها صعوبات أو عوائق ولا سميها تحديات قاعدنا نتعامل معها يعني سواء على مستوى الإدارات المدرسية سواء على مستوى البيروغراطية الحكومية قاعدنا نحاول نتعامل معها بما يعني فريقنا التطوعي وعندنا استقلالي وسرعة حركة فبعض الأمور كتابنا وكتابكم ما يمشي في هذا العمل نحتاج لحنا التواصل سريع نروح مثلا الجهة دايركت التواصل مباشر يغنينا عن كثير من الانتظار يعني إذا كنا نفكر بعقلية حكومية بيروغراطية هذا المسروع لن يرى النور قبل عشر سنوات ولكن لله الحمد فرق يعني بهمة الشباب قدرنا نتحرك تحرك سريع العائق الحقيقي اللي قاعد نشوفه إحنا مثلا هي عدم إشهار جمعيتنا في العام خاصة فينا هذا نشوفه قاعد يعيق الحركة مثلا هو تحدي بالنسبة لنا شون يعني إحنا ممكن نتعامل عن طريق إحدى جمعياتنا في العام تكون هي غطاءنا الرسمي ولكن هذا على المدى القصير ولكن على المدى البعيد لا تحتاج أن تكون عندك استقلالية يكون عندك مصادر للتمويل تتعامل معها بتكون مواضحة وتكون بكل شفافية وتواصل مع الجهات الرسمية الآن حتى على مستوى النخيل يعني أحد الطاقات اللي معانا ذكرنا موضوع الطاقات الشبابية أحد الأخوان معانا من المتطوعين باحث لدرجة الدكتوراه في الـ جي اي اس حطينا خريطة دولة الكويت أول خارطة نخيل بالكويت حطيناها في موقعنا الأخوان ياريتهم يقدرون يطلعون على الخارطة موجودة على الخارطة وحطينا المدارس اللي زرعنا فيها وهذا رح يطبعا قابل التطوير في بعض المعلومات الإضافية رح نضيفها فإحنا نتأمل أن نقدر نحط جميع أشجار النخيل اللي زرعناها في هذه الخارطة تبين لك وين توزيع النخل بالكويت طبعا اللي احنا زرعناه وممكن في المرحلة القادمة يعني حتى المواطنين اللي زرعونها ممكن هم نحطها في الموقع ونشوف حركة زراعة النخيل يعني من بداية انطلاقتها وندعو كذلك الأخوان والمشاهدين أن أي انخلة يزرعونها ممكن يبعثون لنا صورها وبعثون لإحداثيات مالها على الموقع اللي يطلعنا على الموقع نعم يتواصلون معانا وممكن ننظيفها ونسجل مثلا اسم المواطن وتاريخ زراعتها ونحط صورتها وصورة المواطن كذلك وهذا نشجع المواطنين أن يكون كل مواطن عنده بصمة يضع بصمة زرعوا لنزرع ليأكل غيرنا يعني هذا يعني حتى في الأحاديث النبوي إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليزرعها هذا ثواب زراعة النخيل ثواب ممتد وحتى أعتقد الأخوان في المملكة العربية السعية وقف الراجعي من أكبر الأوقاف لزراعة النخيل كذلك في المنطقة الشرقية أنا كانت لزيارات هناك جميع أوقافهم أو أغلبها في مزارع نخيل فأنا أشجع الأخوان على اهتمام في هذا الشيء بشي مفارغ غريب أستاذ عاد اللي تدعي جميع الدول الخليجية مهتمة إلا إحنا مع أننا عندنا شباب نفسك غيرين حابين يتواصلون حابين يطرون هذا النشاط بس للأسف عندنا هنا جهات مسؤولة لحياة المنطقة يعني حقيقة أنا أهم يعني ما أودنا نظلمهم جهات المسؤولة هناك كثير من رجال دولة حقيقة يعني مهتمين في هذا الموضوع قاعدين حاولون يعطوننا يعني كل الدعم حتى لو الدعم المعنوي يعني الأخوان في الدكتور ناجي المطير في معهد الأبحاث يعني قدمناهنا كل الدعم دكتور فاضل صفر يعني هناك مسؤولين لا بالعكس يعني حريصين على أن أنه يمشي المشروع يعني في بعض الجهات قد ما تكون متحمسة قد ما تكون يعني ودهن المشروع يمشي أو يعني مشغولين في مشاريع ثاني ولكن يعني لنسمي الأسياء بمسميات يعني من يدعم هذه الحملة سنذكر اسمها ومن لا يدعم صراحة لا نذكر يعني بعض الجهات مو متعاونة حقيقة ولكن سنستمر يعني جهود الشباب وهمتهم ستستمر ما رح نوقف ما رح نقول والله حنا فشلنا لا سنستمر وبالعكس يعني كثر الدق يفتشل الحام على قولتهم وإحنا رح نزرع يعني إلى أن نتعب وهمة شباب الكويت يعني هذا المشروع مو وقف على الشخص ولا مجموعة مجروع مستمر احنا نحاول نعلم عيانا أنهم وهم يشيرون المشروع و هذا هو الهدف إن شاء الله الدكتور علي العواصف الغبارية لها مسميات ليت تذكرها لنا اللي قادر و ما هي أخطر واحدة فيهم يعني مثلا مضرة طبعا نتكلم عن المسميات تختلف من منطقة إلى أخرى الكويت تعرف عندنا بالطوز بشكل عام لكن في منطقة الجنوبية من جزيرة العربية وكثيرا شمال السودان الهبوب و بدأت تنتشر حتى تدخل القوى مصر اللغوي الإنجليزي طبعا في كذلك يسمى كذلك الخماسين في جنوب فلسطين كذلك و في مصر مسميات عديدة جدا تأتي العواصف الغبارية ذكرت حتى من ضمن الرحالة السابقين يعني في المرة و في المدن الصحراوية بشكل عام و على الصحراوات بشكل عام في الدار الصحراء الكبرى يذكر أحد المؤرخين الأرلنديين أنه في حد العواصف مرت عليه تمرت ليومين متتاليين و في رحلة في الصحراء الغربية مع الطوارق قضت على أربعين بالمئة من الأغنام عندهم و تبرق قهارثة اقتصادية بالنسبة لهم و يقول تعلمت من هذا العاصف الصبر و تعلم في عاصف تتعلم أمور إيجابية بدل النظرة السلبية فالتفاؤل هو الأساس في أي مجال و النظرة التفاؤلية نطلق منها في فهم أي قضية وسط أو أي ظاهرة طبيعية تواجهنا في بادنا ذكرت أن شهر مالس اللي فات كانت العاصفة هذه اللي شبنا لأول مرة نشوفها نحن بالكويت عندنا ما هي العاصفة هذه تسمونها؟ طبعاً هي عاصفة بالنوع طبعاً أنواع تأتي نوع المدبب و دل عسرات الرياح شديدة جداً و أحياناً تأتي منخفضة و تأتي بشكل جدارية جدار متحرك و أتت في العاصفة هذه الغبارية طبعاً من الصحراء الغربية العراق و شمال كذلك الجزيرة العربية فمتجهة في مسافة المصادر كانت قريبة جداً فبالتالي كان التحذير منها صعب وصلت بوقت المغرب تقريباً الكويت و غطت الكويت فيه طبعاً في الليل قبل المغرب يعني قبل المغرب بالعاصر قبل المغرب شوية قبل المغرب شوية فغطت منطقة الشمالية لها اسم قلت دكتور هالي؟ عفاً لها اسم هذه العاصفة؟ نسميها العاصفة الجدارية تتجه بالشكل الجدار متصل من يعني تقريباً يصل إلى تقريباً 300 كيلو متر السرعتها كانت قوية قوية جداً نعم وتتجه تصل إلى السحب طبعاً فهي طبعاً هي كتلة هوائية باردة مع كتلة هوائية دافئة تقت مع بعض وتسوّت العاصفة الغبارية الجدارية تتجه باتجاه الكويت من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي قادماً من العراق؟ من الشحراء الغربية العراق أو شمال الجزيرة العربية كذلك لكن لاحظناها مستمرة في الرياض تحديداً استمرت إلى ممكن مرتين أو ثلاث مرات استمرت حتى إلى أبضبي يعني استمرت في مسارها في اليوم الثاني طبعاً يوم السبت كوسات الأبضبي وكذلك قطر والبحرين بالنسبة للإغبارنا الآن وقتنا الحالي يعني ممكن أكثر الأخوان في التواصل الإسمائي قاعد يسئلون الإغبار مستمر معنا حسناً أحب أن تخصصك مستمر معنا حتى شهر رمضان بعد رمضان طبعاً طبعاً التنبؤ فيها طبعاً لا تستطيع أن تقول لكن تعرف من خلال دراسة لكم رصد لكم مسبق لكن من خلال رصد الأمطار نقول لك أنه طبعاً فترات الجفاف تصاحبها عواصف غبارية أكثر وفعلاً نتوقع أن الغبار طبعاً العواصف الغبارية ستزداد في ناحية هذه وخاصة مع تدهور البطاء النباتي حتى في المناطق المجاورة في الكويت ليس في الكويت فقط حتى في الدول المجاورة في العراق بالذات لاحظناً تدهور بخلال صور الأقمار الصناعية تدهور شديد خاصة من صحراء الغربية العراق سهل الرافدين الأهوار تدهور شديد كذلك وفر كميات مهولة جداً من الطمي والغرين طبعاً